بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتوا النساء فطلقوا ليدتين وأحصوا عده واتقوا الله ربكم لا تخرجون من قيوتين ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغوا العدلون فأمسكون بمعروف أو فارقون بمعروف وشهدون ويعدر منكم وقيموا شهادة لله ذلك ومن يعتقد الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه ومن يتوكل على الغيبه وحسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء خدرا والله إذن من المحيظ للنساء إن ركبتم فعدتون ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر والله لم يحظن وأولاة الأحبار يدرهم أن يظال حملهم ومن يتقب الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أن يزلون إليكم ومن يتقب الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تطارون لتزيقوا عليهم وإن كن أولاد حملهم فانفقوا عليهم حتى يظال حملهم فإن أرضان لكم فأتوهن وجورهم وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسركم فسترسوا له الأخرى لينفق دوساته من إذن ساته ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله لا يكذب الله نفسا إلا ما آتها سيجعل الله بعد عسره يسرا وكأيه من قريبين عددت أن أمر ربها عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وعذب الله له العذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم الذكرى رسولا يتنوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحة من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجريه وتعطي الأمهار ظالين فيها قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماواته ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ترجمة نانسي قنقر شكرا وعيا ونحن بيضم ومع وأقوبت